موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله إمام الصابرين وقائد المجاهدين صاحب السيرة العطرة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رأينا في الحصة الماضية أن الإبتلاء والامتحان سنة من سنن الله في الدعوات ورأينا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ورأينا أيها الإخوة الأحباب أن الإبتلاء كما يكون بالضر يكون بالخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة بل إن الصبر على الضر قد يكون في كثير من الأحوال أهون من الصبر على الفتنة بالخير والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ورأينا أيها الإخوة الأحباب أن الإبتلاء هذا يعلي به الله المقامات وتتميز به الصفوف ويربي به الله المؤمنين على مقتضيات هذا الإيمان وهذا التوحيد وكذلك يرفع الله به الدرجات ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح حتى الشوكة يشاكها المؤمن يرفع الله له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أيها الأحباب إذا أرد الله بدعوة خيرا عرض طلائعها للإبتلاء والمحن الدعوات دعوات الحق عموما عبر التاريخ كانت تواجه الطغات تواجههم بالإقناع والحجة الطغات إذا أعوزتهم الحجة وهم دائما يفقدون الحجة يفقدون الدليل لأن الطغيان لا يقوم على حجج حقيقية يقوم على حجج تافه صحيح لكن حجج حقيقية قضايا عادلة لم يعرف في التاريخ أن طاغية كان يقوم على أسس من العدل ومن الحجة القاطعة فيواجههم الدعاة الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام ومن يسير على هديهم يواجهون هؤلاء المستبدين الطغات الجبابرة يواجهونهم بالحجة والبرهان فلا يستطيعون الرد على الحجة بالحجة مثلها فيلجأون دائما بعد أن تعوزهم الحجة يلجأون إلى البطش ولقد رأينا في قصة إبراهيم بعد أن حطم تلك الأصنام ووضع الفأس على رأس كبيرهم جاءوا إليه يزفون من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالهم وليس كنت سألوا فينا اسألوهم إن كانوا ينطقون بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون مدم الفأس رأى على رأس كبيرهم على عاتق كبيرهم فاسألوهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أجابوه بما هي حجة ضدهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فسيدنا إبراهيم التقط ما صدر من أفواههم ليواجههم قالهم إذن لماذا تعبدونهم أفل لكم ولما تعبدون علش رقمت عبد ما لا يسمع ولا يضر ولا يغني عنك شيئا علش تعبده في البداية هم نكسوا على رؤوسهم واعتارفوا بأنهم على ضلال لكنهم بعد ذلك رجعوا إلى غيهم وأمروا بأن يحرق إبراهيم لم ينصتوا لصوت العقل والحجة وقد فشلوا في ميدان الحجة وأقيمت عليهم الحجة فلجأوا إلى التعذيب والتنكيل والطغيان هذه عادة الطغاة عبر التاريخ في مكة المكرمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس أنا أريد أن أدعوكم إلى الله قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم قولوا كلمة لا إله إلا الله تفلح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم خلوا بيني وبين الناس إذا أنتم موكش بغين تآمنوا فلا تمنعوني من أن أعرض دعوتي على الناس قريش ترفض ترفض لأنه عندها منطق واحد هو منطق الطغيان والاستبداد إما أنا أو لا شيء هذا هو منطق الطغاة فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن تكفف عنا دعوتك أو نناجزك وأصحابك حتى يهلك أحد الفريقين النبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب الله أمره أن يمضي في دعوته وأن لا يلتفت إليهم أن يعمل وأن ينتظر الفرج من الله أن يعمل لنصرة دينه وللتمكين لدينه بإقامة الحجة والبرهان والبيان والسعي في ذلك والصبر على الأذى بل فوق الصبر أمره بأن يعفو وأن يصفح لكن قريش أصرت طبعا قريش كان عندها شوية مسحة عقل لم تتجه مباشرة إلى رسول الله بالأذى لأنها كانت تعلم أنها إن آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنطفض بن هاشم وتقوم حرب أهلية داخل مكة فوجهت سهامها إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه طبعا الأتباع فيهم أبناء السادة وفيهم المستضعفون أبناء السادة كان الرجل من أهل مكة يعذب من يكون تحت سلطانه من عشرته سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه مثلا لما آمن بالله عز وجل واتبع النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمه ليعذبه فكان يلفه في حصير ثم يجعل تحت الحصير دخانا فكان عثمان داخل الحصير يتلوى من شدة الحر ويكاد يختنق من شدة الدخان حتى يأس عمه منه عند ذلك أطلقه أطلق صراحة لكن كان هناك صنوف أخرى من التعذيب سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه تلقى تعذيبا من نوع آخر وهو أشد هذه الأنواع أن تضغط عليك أمك وعشيرتك أن يضغطوا عليك من أجل أن تبتعد عن هذا الدين جاءت أمه إليه وقالت له يا بني أراك اتبعت محمدا أراك قد صبعت قال بل آمنت بالله واتبعت رسوله قالت له والله لن يمسني ماء ولن يدخل جوفي طعام ولا شراب حتى تكفر بمحمد ألم يأمرك دينك بأن تبرى أمك وأباك قال بلى أمرني ربي بذلك قالت إذن لا يعيرك الناس بأنك قتلت أمك قالت لا يا أمة كلي أو أمسكي والله لن أتراجع عن هذا الدين ولن أكفر بالله وبرسوله أبدا فأمسكت عن الطعام يوما ثم يومين ثم ثلاث فبدأت قواها تنهار وبدأ الجهد يصيبها فجاء إليها سعد بن أبي وقاص طبعا ما تتخيلوش أيها الأحباب بأن سعد كان يتكلم وهو منتش وهو مرتاح لا ذي أمه والله أمر المسلمين ببر الوالدين من أول يوم والإحسان إليهما من أول يوم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لكن تعارض الإيمان مع بر الوالدين أتتصورون أن قلب سعد كان مطمئنا لا والله وهو يرى أمه تكاد تموت من الجوع بسبب من؟ بسببه هو ليس الأمر سهلا أيها الإخوة الأحباب ولكنه كان قد ملأ الإيمان قلبه فخاطب أمه وقال لها يا أمه والله لو كانت لك مئة نفس مئة روح أراها تخرج الواحدة تلو الأخرى ما كفرت بالله ورسوله فكلي أو أمسكي إن شئتي فلما رأت إصراره عادت إلى الأكل وبدأت تنظر إليه نظر الطريد من البيت فأنزل الله تبارك وتعالى وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا الله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين أن يبروا آباءهم ولو كانوا مشركين ولكن إذا وصل الحد إلى أن يأمرك أبوك أو أمك بمعصية الله بالكفر به بالشرك به فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا تطع أباك لا تطع أمك إذا أمرتك بمعصية الله يا سعد وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ولكن صاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وهذا يكشف لنا عن جزء من السلوك الاجتماعي الذي كان يعيشه أصحاب رسول الله داخل المجتمع طبعا هذا حديث عنه إلى حين الصحابة ما كانوا معزولين عن المجتمع الذي يعيشون فيه بل كانت لهم آباء أمهات عائلات تجارة أصدقاء جيران هل كانوا معزولين عن هذا المجتمع؟ لا هذه الآية تكشف لنا عن جزء من نوعي الصلة الذي ينبغي أن يكون بين المؤمن وبين قومه إنهم أصروا على الكفر لاحظوا معي أيها الأحباب الله يقول له وصاحبهما في الدنيا معروفة أحسن إليهما برهما كن معهما لكن إياك أن تطيعهما في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان هذا المخلوق أبوك أمك أو أي إنسان آخر يأمرك بمعصية الله فلا طاعة ولا سمع أيها الأحباب هذا نموذج من نماذج الضغط الاجتماعي على الداعية أو على الصحابي أنذاك ثمت حالة أخرى وهي حالة أغلبكم بل كلكم يعرفها هي حالة ذلك الرجل الذي كان نكرة في المجتمع كان هملا في المجتمع كان رقما سفرا في المجتمع هذا الرجل هو الصحابي الجليل بلال بن رباح له قصة نعرفها بإذن الله في اللقاء المقبل إلى ذلكم الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة